اجتماعات لقيادات عسكرية حوثية عليا تتولى في الحديدة مع تصاعد الأحداث في البحر الأحمر مصادر يمنية كشفت أن اجتماعا سريا عقده خبراء إيرانيون مع قيادات حوثية بارزة في الحديدة المطلة على البحر الأحمر لتدارس طريقة الرد على اغتيار مستشار الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي المصادر أكدت أن الضباط من الحرس الثوري عقدوا اجتماعا مطولة مع رئيس الأركان الحوثي محمد الغماري وقائد ما يسمى بالمنطقة العسكرية المركزية عبدالخالق الحوثي وعبدالكريم الحوثي وزير الداخلية ويوسف المداني قائد ما يسمى بالمنطقة العسكرية الخامسة وعبدالحكيم الخواني رئيس ما يسمى بالجهاز الأمن والمخابرات وسائل إعلامية يمنية نسبت إلى المصادر قولها إن الإيرانيين أبلغوا الجماعة الحوثية بضرورة الرد على اغتيال موسوي من أحد أطراف ما يسمى محور المقاومة وأن الاختيار وقع على الحوثيين لأسباب جغرافية بحيث تبقى إيران بعيدة عن أي تداعيات الرد الأمريكي أو حتى الإسرائيلي كانت مصادر أمنية كشفت منتصف الشهر الجاري عن إشراف خبراء إيرانيين في محافظة الحديدة على هجمات الحوثيين الصاروخية والمسيرة في البحر الأحمر وخليج عدن وأفدت المصادر بأن إطلاق الصواريخ البحرية يتم من محافظة الحديدة بإشراف خبراء الحرس الثوري وحسب المصادر تم رز التحركات لقيادات حوثية وخبراء عسكريين إيرانيين شمالي وجنوبي مدينة الحديدة مع امتشار زوارق بحرية على سواحل الدريهمي تحمل على متنها منصات توربيض بحرية ترجمة نانسي قنقر